السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد المظاهرة هذه المسيرات والحقيقة الشارع الحكيم يسميها خروجا على الحاكم والخروج على الحاكم له حكمه في الشريعة الإسلامية النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث ينهى عن خروج الأمة أو بعض الأمة على الحاكم ما داموا مسلما لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندك الله فيه برهان الحديث متفق عليه قال العلماء إذا بقي في الحاكم في الرئيس في الملك في كذا شعر من إسلام حرم الخروج عليه أو التهيج أو التحريد الخروج عليه ولو بقي منه شعر من إسلام يصلي فقط يقول لا إله إلا الله قال حرم الخروج عليه نحن لا نقول هذا مناورة سياسية ولا نقول هذا إرضاء سوادي عيني فلان أو انطلاقا من تحريد حكومة أو دولة هذا شرع درسناه قبل أن تقوم هذه الفتن وموجود مكتوب منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول بعض العلماء أحاديثه متواترة يذكر هذا ابن عبدالبر رحمة الله عليه ويذكره كثير من أهل العلم أن أحاديثه متواترة كالمروذي لصاحب الإمام أحمد وغير هؤلاء فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أن لا ننازع الأمر أهله قال ابن تيمير وأهله هنا ليسوا المستحقين حقيقة للحكم بل أهله هم المستحوين عن الحكم سواء كانوا مستحقين له أو كانوا متغلبين ما هو الدليل؟ قال في الحديث نفسه قال ستكون أثرة ما هي الأثرة؟ استحواذ الراعي بحقوق الرعية إذن فهذا الذي الآن الأمر بيده ظالم لأنه لا يعطي الرعية حقها لكنه مسلم لكنه مسلم هذا الذي يكون راعيا يكون أميرا يكون خليفة يكون رئيسا يكون ملكا فيه ظلم للشعب هل يجوز بسبب ظلم أن نخرج عليه؟ النبي صلى الله عليه يقول إلا أن تروا كفرا بوحا بمعنى كفر يبوح به وصرح أنه ليس من الإسان في شيء إذا صرح لا يقرأ بين السطور وخلال كلامه يقال يفهم من كلامه يستنبط لا ينبغي أن يكون كلاما صريحا منه أنه ضد الإسلام وجهه وجهه وهذا بعد مع ذلك لا يخرج عليه إلا بعد وجود شروط كالقدرة وعدم وجود المفسدة ووجود الحاكم البديل وغير ذلك ما يذكره الفقهاء والرسول صلى الله عليه وسلم يقول خياروا أيمتكم أي حكامكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم وصلون عليكم تلعون لهم يدعون لكم وشراءوا أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنون من العلون لكم شوف كيف وصفهم قال الصحابة سؤال ذكروا سؤالا صريحا أفلا ننابذهم بالسيف نقاتلهم هذا مندق الإنسان الذي يرى المنكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ما أقاموا فيكم الصلاة ألا من ولي عليه وال أي حاكم فرعوه يأتي شيء معصية الله فليكره ما يأتي معصية الله ولا ينزعنا يد من طاعة تأمل حديث واضح في صحيح مسلم والحديث الأول في الصحيحين وعندنا حديث هذا كثير جدا قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم إن قاموا فينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقوقنا قال أدوا إليهم حقهم وسألوا الله الذي لكم هذا في الصحيحين أدي له الحكم الحق الذي طالبوك به من السمع والطاعة في طاعة الله أي في غير المعصية وأما حقك لا تطلبه بالسيف قال أسألوا الله حقكم فهذا الحقيقة ليس بطاحية وليس هروبا من الواقع وليس نكوصا عن الجهاد إن كان جهادا وإنما هو التزام واستقامة على النصص الذي يحكم النص يقف عند هذا الحد ثم من ناحية العقلية شيء معقول ما من جماعة تثر على حاكمها الظالم إلا ويكون في ثورتها من المفاسد أضعاف ما كان من قبل هذا على مر التاريخ يقول ابن ثيمة رحمة الله عليه ولا يكاد تعرف جماعة خرجت على شلطاني ظالم إلا وكان في خروجها أضعاف ما كان من المفاسد من قبل لا تكاد تعرف جماعة على مر التاريخ واستقصى التاريخ في هذا ولذلك لا يجوز أن نقول للناس اليوم المظاهرة تجوز وقد تأتي بالمنافع العبرة بالنص أولا هذه منازعة منازعة محرمة كل المتظاهر ينازع الحاكم حكمه والنبي سيقال أن لا ننازع الأمر أهله أنت تنازعه ثم الأمر الثاني هذا ليس حقا خالصا للحاكم في حق الشعب النبي سيقال عليكم بالجماعة من هي جماعة الشعب لا يقول أن قائل هذا حق الحاكم والحاكم إذا تنازل جاز أن ننزل عنده حق لا نقول لهم أين حق الشعب والحق الثالث حق الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحديث السابقة أنها لن نخرج فالذي يقول يجوز الخروج الآن لأنه قد يسمح به القانون نقول هو الرب سبحانه وتعالى الذي أرسل محمد صلى الله عليه وسلم ليحلل ما يأمره بتحليله ويحرم ما يأمره بتحريمه كيف نستشير عليه عليه الصلاة والسلام ما يمكن لنترك لنا الشريعة فنتبعها هذه خلاص ما ننصح به الشعب أن لا يخرج في المظاهرات ولا المسيرات ولا يشارك في أي شغب يكفيكم يا جماعة الذي مر كانوا يقولون سنأتي إلى الأمة بالخير وحصل كما يقال في المثل القديم الزرافة ذهب تبحث عن قرنين فعادت بالأذنين هذا حاصل ما حصل عندنا والله مستعان السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد